الله جل وعلا ذلك خير فمن لبس التقوى في دنياه ستر يوم القيامة ومن أسباب الستر يوم القيامة أن لا تفضح مسلما ولا تفرح أبدا بأن يفضح مسلما ولا تسعى بخطوة ولا بكلمة ولا بيدك ولا ببلتوث تنشره ولا بأي شيء في فضيحة أحد وقع في معصق فإن باب التوبة مفتوح لا تدري لعل الله يتوب عليك فيبقى عليك إثم نشر فضيحة كلما استطعت أن تستر على مسلم استر فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقة لكذلك يصور فلانا أو زيدا أو عمرا أول عمل اسأل الله العافية ثم مسحه ولا تباري فإن من أعظم ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين أين كان تحواله ويبقى يستر غيره ولا يحاول أن يفضحهم مع وجل في القلب نحو ربه تبارك وتعالى لأن يوم القيامة سماء الله جل وعلا يوم التغاضل يغضن الناس بعضهم بعضا على ما يرونه والحاكر من استعدر لقاء الله جل وعلا في هذا الوحيد بصلواته وبالوالدين وبعمله الصالح وبالستر على المسلمين بالستر على المسلمين